وصلت قناة كريستيانو رونالدو على منصة يوتيوب حظ الأرقام القياسية بعد يومين فقط من إطلاقها حيث يريد قائد المنتخب البرتغالي وهداف النصر السعودي استغلال شهرته الطاغية لاقتحام عالم يوتيوب والتربح المالي منه وأطلق كريستيانو رونالدو حمته الخاصة في يوتيوب الأربعاء واحد وعشرون غشت تحت مسمى يو آر كريستيانو وسرعان ما جذبت قناة رونالدو ملايين المستخدمين فور صدورها على اليوتيوب وأصبحت الأكثر مشاهدة في المنصة على الإطلاق إذ شاعدت جماهيرية صاروخ ماديرا على اكتساب ملايين المشتركين في زمن قياسي وأصبحت قناة رونالدو أسرع قناة في تاريخ يوتيوب وصولا إلى مليون مشترك ووصلت إلى هذا الرقم بعد تسعين دقيقة فقط من تدشينها لاحقا أصبحت الأسرع وصولا إلى عشرة ملايين مشترك ثم عشرون مليون وحاليا تعدد حاجز الأربعون مليون مشترك وفي ظرف ستة وثلاثون ساعة فقط تعدى إجمالي مشاهدات قناة كريستيانو رونالدو مائتين مليون مشاهدة تسعة عشر فيديو منشور فقط وهو رقم قياسي بالنسبة لعدد المشاهدات في ثلاثة أيام فقط ولم يتحقق من قبل في تاريخ المنصة الأمريكية المختصة ببث مقاطع الفيديو يحظى رونالدو بالفعل بحوالي مائة وسبعون مليون مشترك في فيسبوك ومائة واثنى عشر على منصة إكس وستمائة وسبعة وثلاثون مليون في منصة إنستجرام وفي الإجمالي يمتلك ما يزيد عن مليار متابع في كل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ما يجعله الشخص الأكثر جماهيرية في العالم وذكرت منصة ذا ستار أن رونالدو ربيح بالفعل نحو ثلاثة مليون دولار في أول ثمانية واربعون ساعة من إطلاق القناة قياسا بنوع المعلنين لديه في القناة وبعدد المشاهدات الذي تخطط مائة وثلاثون مليون مشاهدة ومن المرجح أن تكسر قناته مزيدا من الأرقام القياسية في الأيام المقبلة